طلبت البرح النيابة العامة المصرية في مرافعتها في قضية صحفي الجزيرة العقوبة القصوى للمتهمين اللي توصل 25 سنة سجل للأجانب و 25 المصريين حسب ما قاله محامي الصحفي المصري محمد فاذ الفهمي أعتقد أن ما يحدث من إجراءات مع الجماعة الصحفية على مدر الأيام الماضية يهدد حرم ويمثل اليوم أمام المحكمة ثلاثة من صحفي الجزيرة الإنجليزية وهما المصري الكندي محمد فاذ الفهمي والأسترالي بيتر غريست والمنتج باهر محمد والي هما محبوسين عندهم أكثر من 150 نهار وقال ممثل نياب أمام المحكمة نطالب بإنزال أقصى عقوب على المتهمين جزائك الجريمة نكرى اخترفوها دون شفقة أو رأفة ويواجه المتهمين المصريين اتهامات بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة تستهدف قلب النظام بالقوة في إشارة إلى جماعة الأخوان المسلمين ولتوصل عقوبة إلى 15 سنة سجن